اسمي مفتاح حمد الشارف مولود في قرية أسمه توكرة طبعاً أنا ضابط في سلاحة ضيران حكمت في أواخر 67 وست سنوات سجن سبب ذهابي إلى جزائر الاشتراك في القتال ضد إسرائيل في 67 وست سجن المهم رجعت سجنت في الأول في باب العزيزية ثم نقلت إلى السجن السياسي في جديدة نقلت إلى في أواخر 68 نقلت من السجن الحصان الأبيض والحصان الأسود كما سمي في الأخير إلى سجن جديدة كانت سجن السياسيين في الواقع ما كان السجن يعني كان استراحة لأن كانت زيارة مفتوحة كل يوم 24 ساعة على 24 ساعة يعني حتى السجناء اللي متزوجين كان في حجرات مخصصة لهم إيجانهم زوجاتهم في أي لحظة وفي أي يوم خرجت من السجن في قوائل سبتمبر يمكن يوم 2 أو يوم 3 سبتمبر 1969 ورجعت إلى سلاح الطيران بقيت فيه ثلاث أشهر قدمت استقالتي لكن رفضت من قبل أمر سلاح الطيران كانت فيه طيارة جاية جديدة بتاعت VIP أنا كنت ناوي أني أترك سلاح الطيران ومن البداية قدمت استقالتي الأمر سلاح الطيران الرفض على أساس أني لا نمشي للطيران المدني الطيارة هذه اللي جاوبوها فجأت من أمريكا اسمها جيت ستار الإنسرومنس متاحها كانت شبيهة بالإنسرومنس متاع البوينغ ضيارة البوينغ فجأت رحلة معمر لأول مرة يزور فيها مصر ويقابل فيها عبد الناصر حبيت أني نمشي معاه على أساس أني أنا أطلع على الإنسرومنس متاع الضيارة هذه في رحلة طويلة بش أنتعك معاه رجعت بعد رجوعي معاه من القاهرة بيومين أدخلت المعتقل للسجن ابتهمت أنها كانت في قضية ديرها وزير الدفاع اللي هو آدم الحواز في وزارة الدكتور محمود المغربي ووزير الداخلية اللي هو موسى أحمد أقهمت فيها أقهمت في هذه وشكلت محكمة طبعا حكمت بـ 13 سنة السجن فإذا كان أخذنا في الاعتبار أن سنة السجن تحكم تحسب بـ 9 أشهر أنا حكمت بـ 13 لما تضبي 13 في التسعة يعني كان المفروض أني أنا أخرج في آخر أو في عام 79 لم أخرج إلا في الثمانية وثمانين يعني قضية ثمان سنوات ونصف زيادة على الحكم اللي أنا محكم به حتى لو فرضنا أني أنا 13 سنة كاملات برضو فيه حوالي أربع سنوات ونصف أو خمس سنوات زيادة عن الحكم اللي أنا حكمت في 13 سنة طبعا لما كملنا الأحكام متاعنا وصلنا لهم كتبنا عدة رسائل شيء أننا نحن أنهينا الحكم الدرجة أنهم هم خصصوا حكم للناس اللي منتهي أحكامهم اللي منتهي أحكامهم وخصونا مكان فيه نحن منتهيات أحكامنا لكننا قاعدين الـ 12 سنة الأولى قضيت أو قضيناها في سجن الحصان الأبيض أو الحصان الأسود في البداية كانت معاملة جيدة لمدة 3 أربع سنوات وبعدين حاول واحد أنه يهرب قصيدة ما قصيدة ومش عارفين ضغط علينا صحبت مننا الكتب كنا نطبخ صحبت مننا كل هذه الأشياء وبقينا في ضغط السنوات الأخيرة اللي قضيناها في الحصان الأسود كانت سنوات سيئة أنا على مستوى شخصي ما حسستش بالحقد حسست بالمرارة لأني أنا انظلمت ومنحطيت 18 سنة أو 18 سنة ونصف سجن وأنا منش دائر شيء لكن إذا كان شعبي استفاد كان بلدي استفادت لكن للأسف لم نقهر نحن فقط لدخلنا سجن لكن قهر الشعب الليبي بالكامل برارة على الظلم الشخصي وقهر أيضا وإحساس من نظام ديكتاتوري أباه واستباح ليبيا وثرواتها وشعبها هذا كل شيء